السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الصف الخامس الدرس الخامس من الوحدة السابعة عنوان درسنا جمع وطرح الكسور الاعتيادية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الدرس كتابة كسور مكافئة لجمع وطرح كسور ذات مقامات مختلفة نتذكر معاً عزيز الطالب كيف يمكن أن يساعدك جمع وطرح الكسور الاعتيادية على حل المسائل وذلك من خلال هذا المثال أوجد ناتج الجمع 1 على 3 زائد 1 على 5 الحل اجمع عزيز الطالب نجمع الكسرين 1 على 3 زائد 1 على 5 يساوي لكي تجمع يجب عليك إيجاد المقام المشترك وذلك بكتابة مضاعفات المقامين مضاعفات مقام الكسر الاول وهو 3 3 6 9 12 15 إلى مضاعفات أخرى مضاعفات مقام الكسر الثاني وهو 5 5 10 15 20 إلى مضاعفات أخرى لاحظ عزيز الطالب من أحد المضاعفات المشتركة بين الثلاثة والخمسة هو 15 وبالتالي المقام المشترك هو 15 الآن أكتب كل كسر في صورة كسر مقامه 15 الكسر واحد على ثلاثة لكي نحصل على كسر مكافئ له مقامه 15 يجب ضرب المقام أحسنت أسمعك تقول في 5 وبما أننا قمنا بضرب المقام في 5 يجب علينا ضرب البصد في 5 يساوي 1 ضرب 5 يساوي 5 3 ضرب 5 يساوي 15 الكسر واحد على 5 لكي نحصل على كسر مكافئ له مقامه 15 يجب ضرب المقام أحسنت أسمعك تقول في 3 وبما أننا قمنا بضرب المقام في 3 يجب علينا ضرب البصد في 3 يساوي 1 ضرب 3 يساوي 3 5 ضرب 3 يساوي 15 لاحظ عزيز الطالب أصبح لدينا مقام مشترك وهو 15 للكسرين الآن نجري عملية الجمع يساوي المقام 15 لأنه مقام مشترك نجمع البصدين 5 زائد 3 يساوي 8 إذن ناتج الجمعي يساوي 8 على 15 يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة تدرب المستقل في الصفحة الواحدة والثلاثين في التمرين الحادي 10 أوجد ناتج الطرح 17 على 15 ناقص 1 على 3 أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو لنكمل معا الحل إطرح 17 على 15 ناقص 1 على 3 عزيز الطالب لكي تطرح يجب عليك إيجاد المقام المشترك وذلك بكتابة مضاعفات المقامين مضاعفات العدد الثلاثة هي 3 6 9 12 15 إلى مضاعفات أخرى مضاعفات مقام الكسر الثاني وهو 15 15 30 45 60 إلى مضاعفات أخرى لاحظ عزيز الطالب من أحد المضاعفات المشتركة بين الثلاثة والخمسة عشر هو 15 وبالتالي المقام المشترك هو 15 الآن اكتب كل كسر في صورة كسر مقامه 15 الكسر 17 على 15 مقامه 15 لذلك يترك دون تغيير الكسر 1 على 3 لكي نحصل على كسر مكافئ له مقامه 15 يجب ضرب المقام أحسنت أسمعك تقول في 5 وبما أننا قمنا بضرب المقام في 5 يجب علينا ضرب البسط أيضا في 5 يساوي الكسر 17 على 15 ناقص نجري عملية الضرب البسط 1 ضرب 5 يساوي 5 المقام 3 ضرب 5 يساوي 15 لاحظ عزيز الطالب أصبح لدينا مقام مشترك وهو 15 للكسرين الآن نجري عملية الطرح يساوي المقام 15 لأنه مقام مشترك نطرح البسطين أجد ناتج ما يلي عزيز الطالب اجمع ما بداخل الأقواس أولا الحد 13 على 14 ناقص حاصل جمع الحدين 1 على 2 زائد 2 على 7 أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وأحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو لنكمل معا الحل نبدأ بجمع ما بداخل الأقواس الكسر 1 على 2 زائد 2 على 7 لاحظ عزيز الطالب مقام الكسرين داخل الأقواس ليست مشتركة لذلك عزيز الطالب نجد المقام المشترك للمقامين 2 و 7 وذلك بكتابة مضاعفات كل مقام نبدأ بمضاعفات العدد 2 2 4 6 8 10 12 14 إلى مضاعفات أخرى مضاعفات العدد 7 هي 7 14 21 إلى مضاعفات أخرى لاحظ عزيز الطالب من أحد المضاعفات المشتركة بين 2 و 7 هو 14 وبالتالي المقام المشترك هو 14 الآن اكتب كسورا مكافئة لها المقام 14 الكسر 1 على 2 داخل القوس حتى نحصل على مقام 14 إذن لا بد من ضرب المقام 2 في 7 كما يظهر أمامك وبما أننا ضربنا المقام 2 في 7 يجب علينا ضرب البسط 1 في 7 الكسر 2 على 7 داخل القوس حتى نحصل على مقام 14 إذن لا بد من ضرب المقام 7 في 2 كما يظهر أمامك وبما أننا ضربنا المقام 7 في 2 يجب علينا ضرب البسط 2 في 2 كما يظهر أمامك يساوي الكسر 13 على 14 دون تغيير ناقص بعد إجراء عملية الضرب داخل القوس نحصل على قوس جديد وهو 7 على 14 زائد 4 على 14 يساوي الكسر 13 على 14 دون تغيير ناقص نجمع ما بداخل القوس لاحظ عزيز الطالب المقامات مشتركة لذلك نجمع البسطين على نفس المقام المشترك ولهذا نحصل على الكسر 11 على 14 الآن نجري عملية الطرح 13 على 14 ناقص 11 على 14 يساوي لاحظ عزيز الطالب المقامات مشتركة لذلك نطرح البسطين على نفس المقام المشترك ولهذا نحصل على الكسر 2 على 14 عزيز الطالب ويمكن إعادة تسمية الكسر 2 على 14 وذلك بقسمة كل من البسط والمقام على العدد 2 لهذا يساوي 1 على 7 يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة ممارسات الرياضيات وحل المسائل في الصفحة الثانية والثلاثين في التمرين الثالث والعشرين يوضح الجدول المجاور مقادير بعض المكونات اللازمة لإعداد البيتزا بكم يزيد مقدار الجبن الذي تحتاج إليه عن مقدار الدجاج والفطر معا عزيز الطالب جدول المكونات اللازمة لإعداد البيتزا هو كما يظهر أمامك أعطيك وقتا قصير لإعادة قراءة المسألة الآن أنت مستعد للإجابة على بعض الأسئلة التي سوف أطرحها عليك أولا ما كمية الجبن اللازمة لإعداد البيتزا أحسنت أسمعك تقول ثلاثة على أربع الكوب ثانيا ما كمية الدجاج والفطر معا اللازمين لإعداد البيتزا رائع أسمعك تقول مقدار الدجاج هو واحد على ثلاثة زائد مقدار الفطر هو واحد على أربعة ثالثا بكم يزيد مقدار الجبن الذي تحتاج إليه عن مقدار الدجاج والفطر معا أحسنت أسمعك تقول كمية الجبن هي ثلاثة على أربعة وبما أن السؤال بكم يزيد إذن العملية الطرح الطرح من مقدار الدجاج والفطر معا عزيز الطالب ملاحظة تم وضع الأقواس لإعطاء الأولوية لعملية الجمع أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحن السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا الحل عزيز الطالب لإيجاد مقدار زيادة الجبن عن مقدار الدجاج والفطر معا نجد ناتج هذا المقدار نبدأ بجمع ما بداخل الأقواس الكسر واحد على ثلاثة زائد واحد على أربعة لاحظ عزيز الطالب مقامات الكسرين داخل الأقواس ليست مشتركة لذلك عزيز الطالب نجد المقام المشترك للمقامين ثلاثة وأربعة وذلك بكتابة مضاعفات كل مقام نبدأ بمضاعفات العدد ثلاثة هي ثلاثة ستة تسعة اثنى عشر خمسة عشر إلى مضاعفات أخرى مضاعفات العدد أربعة أربعة ثمانية اثنى عشر إلى مضاعفات أخرى لاحظ عزيز الطالب من أحد المضاعفات المشتركة بين الثلاثة والأربعة هو اثنى عشر وبالتالي المقام المشترك هو اثنى عشر الآن اكتب كسورا متكافئة لها المقام اثنى عشر الكسر واحد على ثلاثة داخل القوس حتى نحصل على مقام اثنى عشر إذن لا بد من ضرب المقام ثلاثة في أحسنت أسمعك تقول في أربعة كما يظهر أمامك وبما أننا ضربنا المقام ثلاثة في أربعة يجب علينا ضرب البسط واحد في أربعة الكسر واحد على أربعة داخل القوس حتى نحصل على مقام اثنى عشر إذن لا بد من ضرب المقام أربعة في ثلاثة وبما أننا ضربنا المقام أربعة في ثلاثة يجب علينا ضرب البسط واحد في ثلاثة كما يظهر أمامك يساوي الكسر ثلاثة على أربعة دون تغيير ناقص بعد إجراء عملية الضرب داخل القوس نحصل على قوس جديد وهو أربعة على إثنى عشر زائد ثلاثة على إثنى عشر يساوي الكسر ثلاثة على أربعة دون تغيير ناقص نجمع ما بداخل القوس لاحظ عزيز الطالب المقامات مشتركة لذلك نجمع البسطين على نفس المقام المشترك ولهذا نحصل على الكسر سبعة على إثنى عشر الآن نجري عملية الطرح لكي نطرح يجب عليك إيجاد المقام المشترك الكسر ثلاثة على أربعة لكي نحصل على كسر مكافئ له مقامه إثنى عشر يجب ضرب المقام أحسنت أسمعك تقول في ثلاثة وبما أننا قمنا بضرب المقام في ثلاثة يجب علينا ضرب البسط في ثلاثة يساوي ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة وأربعة ضرب ثلاثة يساوي إثنى عشر ناقص سبعة على إثنى عشر الآن نجري عملية الطرح المقام إثنى عشر لأنه مقام مشترك نطرح البسطين تسعة ناقص سبعة يساوي إثنان يساوي إثنان على إثنى عشر عزيز الطالب ويمكن إعادة تسمية الكسر إثنان على إثنى عشر وذلك بقسمة كل من البسط والمقام على إثنان لهذا يساوي واحد على ستة إذن يزيد مقدار الجبن عن مقدار الدجاج والفطر معا واحد على ستة كوب تقويم في الصفحة الثانية والثلاثين في التمرين التاسع والعشرين إذا كان قياسه كل من ضلعين في مثلث متطابق الضلعين واحد على أربعة متر وقياسه الضلع الثالث ثلاثة على ثمانية متر فما محيط المثلث عزيز الطالب هذا مثلث متطابق الضلعين قياس الضلعين المتطابقين هو واحد على أربعة متر قياس الضلع الثالث هو ثلاثة على ثمانية متر عزيز الطالب قبل البدء في الحل تذكر أن محيط المثلث هو مجموع أطوال أضلع المثلث الآن أوقف الفيديو هنا وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا الحل لإيجاد المحيط أولا اجمع طولاء الضلعين المتطابقين واحد على أربعة زائد واحد على أربعة يساوي لاحظ عزيز الطالب المقامات مشتركة نجمع البسطين واحد زائد واحد يساوي اثنان وبالتالي ناتج جمع طولاء الضلعين المتطابقين هو اثنان على أربعة الآن نجمع ناتج جمع طولاء الضلعين المتطابقين هو اثنان على أربعة زائد طول الضلع الثالث وهو ثلاثة على ثمانية لاحظ عزيز الطالب المقامات ليست مشتركة لهذا يجب إيجاد المقام المشترك أولا أحسنت أحسنت أسمعك تقول المقام المشترك هو ثمانية لأن الثمانية من مضاعفات العدد أربعة لهذا الكسر اثنان على أربعة لكي نحصل على كسر مكافئ له مقامه ثمانية يجب ضرب المقام أحسنت أسمعك تقول في اثنان كما يظهر أمامك وبما أننا قمنا بضرب المقام في اثنان يجب علينا ضرب البسط في اثنان يساوي بعد إجراء عملية الضرب الكسر الناتج هو أربعة على ثمانية زائد ثلاثة على ثمانية الآن نجري عملية الجمع يساوي الكسر الناتج هو سبعة على ثمانية متر إذن عزيز الطالب محيط المثلث يساوي سبعة على ثمانية متر أي الإجابة بي وبهذا عزيز الطالب نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من درس جمع وطرح القسور الاعتيادية على أمل اللقاء بكم في دروس جديدة من دروس مادة الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته